اللي هو افضل اللي يضرب ولا الذي يضرب الضرب في المنام دائما خير للمضروب ليس للضارب للمضرب بخير عظيم جدا سيمن الله به على المضروب لان الاحلام وعالم الرؤى والاحلام يختلف على ما يفكر به كثير من الناس الضرب في المنام بعض الاحيان يبين على الرزق بصاحب المنام للمضروب ويبين ان ربنا سيمن عليه باموال كثيرة جدا الضرب في المنام يبين على صاحب المنام بان الله منى عليه بشخصية فيها صفة الاحترام وفيها صفة الوقار هو انسان محترم انسان محبوب ومألوف يحبه ويألفه كثير من الناس الضرب في المنام الضرب في المنام بعض الاحيان يبين على عدم تحقيق بعض الامان والاحلام الى صاحب المنام اللي شاف الرؤية يبحث على بعض الامور ولكن الامور غير ميصر غير مهيئة مع صاحب المنام الذي يضرب في المنام ولكن الذي يضرب اللي هو الضارف في المنام لم يحدده يضرب حد يبين على الظل انه انسان ارتكب ظل او ارتكب بهتان او اثم او تكلم على انسان كلام لا يجوز في شريعة الاسلام ده اللي يضرب في المنام اللي يضرب في المنام بعض الاحيان يبين على زوال ملكه زوال امواله سلطته اللي يضرب في المنام هو انعم الله عليه بكثير من النعم ولكن هذه النعم ستزال عنه رويدا رويدا الضرب في المنام دائما الضرب خير للمضروب وليس للضارب اشتركوا في القناة